يونسيف لكل طفل بين مزدوجين هو اسم وشعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة الأكثر شبها بالحوثيين فكلاهما واحد فيما يطال أطفال اليمن من خطر وضرر ففي العام 2016 مولت المنظمة الميليشيا الإرهابية بمبلغ 40 مليون دولار لدعم حملات تجنيد الأطفال وتحضير كيمياء الموت تحت قناع إنشاء معامل في مدارس العاصمة صنعاء و2018 تكالبت يونسيف والميليشيا على منحة الحوافز النقدية المخصصة للمعلمين وهي منحة خريجية بـ 70 مليون دولار لدعم استمرار التعليم في الحرب وقد خصصت المنظمة المنحة للمعلمين المتطوعين أي للعناصر الحوثية الذين تم إحلالهم بدلا من التربويين الأساسيين بهدف حيازتهم على دولارات المنحة وحرمان آلاف المعلمين المعتمدين منها ولعل أكبر حملة حوثية لتجنيد الأطفال من دون سن العاشرة تلك التي أعقبت بأيام إعلان يونسيف في 2021 عن اتفاقها والحوثيين حول خطة العمل الخاصة بتعزيز حماية الأطفال من النزاعات المسلحة ويأتي إعلان يونسيف بتسليم الحوثيين مطابع مركزية دعما صريحا لإصدارات العنف الطائفي وملازم الفكر الإرهابي السام وتمويلا لجريمة تحويث المنهج المدرسي وتلغيم النص التعليمي وملشنة عقول التلاميذ والأجيال فهل يقرر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تجميد أعمال المنظمة وإيقاف تدخلاتها المشبوهة في اليمن فضلا عن طردها أم سيكتفيان بدور التنديد والتحذير كما لو أنهما منظمة حقوقية ترجمة نانسي قنقر